ينضم لنا من عمان دكتور أسامة الخطيب أخصائي الأمراض البطنية صبع الخير وأهلا بك معنا دكتور ودايما بتنورنا في صباح جديد عايزة أبتدي معاك بأنه التوتر يعني دي سمة لا تخلو يعني الحقيقة من شخص في العالم دلوقتي في الزات في الأحداث اللي احنا يعني بنعيشها بشكل عام فخلينا نسأل السؤال المهم إيه هي الأعراض المبكرة للتوتر اللي ممكن تأدي لمشاكل صحية خطيرة زي السكتة الدماغية ودي حاجة يعني ما فيها شزار صباح الخير من عمان إليك للجميع المشاهدين الأعراض المبدئية للتوتر يبلش عند الإنسان أولا تقطع النوم أو عدم النوم بشكل سليم دائما التوتر ممكن يأثر لنا على الهرمونات داخل الجسم ومن أهمها هرمونات الغد الكضرية هرمونات الغد المخامية وبالتالي بيأثر على الساعة البيولوجية فأول شيء لما الإنسان يبلش عنده أعراض مبكرة للتوتر بيبلش يخربط عنده النوم ويكون الاستيقاظ عنده مش منعش تسميها مش رفريش ما بيكون بكامل تركيزه خلال أداء مهامه اليومية بيكون إنتاجيته قليلة مثلا بالعمل الإنتاجية ما بتكون بالشكل المناسب بين الأولاد دائما بيكون في عصبية بالبيت بمينسى أشياء كتير بيكون ببالك أكتر من شغلة كل هاي الأمور تعطينا مؤشر مبدئي أنه الإنسان دخل في طور التوتر ومن أهم برضو الأمور اللي بحب أذكرها عن موضوع التوتر تجنب الاجتماعات العائلية أو اجتماعات الأصدقاء لأنه كلما الإنسان صار عنده توتر أكتر كلما حب أنه ينعزل ويبطل يجتمع مع الناس بالتالي الأمور تدخل بدائرة مفرغة ويزداد التوتر أكتر وأكتر نعم دكتور يعني كيف من ميز بين التوتر العادي اللي منعيشه نحن على فترة اليوم مثلا والتوتر اللي بيوصل لمرحلة الخطورة واللي بشكل تهديد لصحة الدماغ حسنة زي ما حكيتي ما في حدا خالي جسمه من التوتر خاصة على الأحداث اللي منشوفها وكل يوم إيش الإنسان بيكون عنده مهام وظيفية يسويها لكن لما التوتر يبلش يأثر على حياة الشخص يعني على سبيل المثال يخليه يشرب كفايين زيادة عن اللزوم يخليه يصير مثلا عنده تدخين شرح يأثر على عاداته الصحية يصير لما يسهر بالليل لأنه صار عنده خربطة بساعة البيولوجية يصير عنده زيادة في موضوع الأكل زيادة في الكفايين هذا الأكل والكفايين اللي بيأخذه بالليل مع توتر وخربطة الساعة البيولوجية بيأدي لنا لزيادة في إفازات الهربونات اللي بتخربط أكتر أكتر الجسم بيزيد معدلات السكر بيزيد معدلات الدهنيات عنا بالجسم فعشان ينفرق التفرق الرئيسي بين التوتر العادي اللي بوجود عند كل الناس بين التوتر المرضي إذا بلش يصير في عنا خربطة بموضوع النوم بلش يصير في عنا تغييرات واضحة في العادات الصحية للإنسان منها الأكل بشكل غير منطقي التدخين بشكل غير منطقي شرب الكحور بشكل غير منطقي كل هاي الأمور تعطينا هند إنو الإنسان بلش يدخل في التطور المرضي بموضوع التوتر طب يعني ده أكيد ممكن يوصل لتطور مثلا في الأمراض أخرى يعني زي الأمراض القلبية الأمراض المزمنة أو الكلام ده صحيح؟ آه أكيد هسا التوتر دائما برتبط بعادات صحية غير يعني لطيخة وبتأثر على الجسمنا بشكل كبير من أهمها زي ما حدت لك السهر الزيادة بصير في عنا هرمونات الجسم مثل هرمون الكورتيزول ارتفاعه بيأدي لارتفاع مستويات السكر في الدم الأكل الزايد والأكل الجاهز برضو بيأدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول اللي عندنا بالجسم ارتفاع هاي الأشياء مثلا مع ارتفاع التدخين وارتفاع البطول هاي كل هالأشياء لما تجتمع مع بعضها بتأدي إلى مثلا ترسب الدهنيات في شريين القلب لا قدر الله ترسب الدهنيات عند شريين التماغ وبالتالي تبلش نشوف المشاكل الصحية المرتبطة بالتوتر وبرضو العجيب أنه التوتر بحد ذاته بيخلي الجسم يفرز مضادات أو مواد بتأدي إلى انقضاء الشريين فالإنسان لما يكون متوتر كل جسمه بيكون منقبض شريين القلب بتكون منقبضة شريين الدماغ بتكون منقبضة فمع تجمع الدهنيات عندنا على هاي الشريين ومع انقباض هاي الشريين بسبب المواد اللي بيسبب إفراز التوتر يصير في عندنا المشاكل الصحية اللي ذكر فيها من مشاكل في القلب لا قدر الله أو مشاكل في سكتات الدماغ نعم يعني التوتر بيأثر كتير سلب كيف دكتور فينا نقلل تأثير التوتر على الصحة العامة والدماغ طيب أول شيء لازم الإنسان يكون عارف المشكلة اللي هو واقع فيها مرات الإنسان ما بيكون عارف أنه هو داخل بمشكلة مرضية وهي التوتر فأول شيء لازم الإنسان يكون واعي أنه في مشكلة تسمى التوتر وهاي المشكلة بتأدي إلى ارتفاع مسلويات الأمراض نسب حدوث الأمراض عندنا فأولا الوعي بحدوث المشكلة ثانيا بدنا نأكد على أي مريض أو على أي إنسان يمارس الرياضة الرياضة وتعرض لأشعة الشمس من أكثر الأشياء اللي بتخطي لنا التوتر في الحياة ثلاث ممكن نتبع العادات الصحية اللي دائما ننصح فيها مرضانا من أكل الفضروات والفواتي ولو حتى مرة في اليوم صحن صلطة حبة فواتي وحدة المضادات الأكسدة والمواد الموجودة داخل هاي الفواتي أو هاي القدروات بتأثر بشكل إيجابي على الدماء وبيقلل من مستويات ثرمونات التوتر وأخيرا دائما الواحد يقضل لما يوصل لحد نحكي الإرهاق أو حد احتراق العمل يوخط له إجازة بسيطة يخطط منها الضغط الكبير الهائل طيب دكتور هل التوتر يعني من الممكن أنه يأثر على كدرة الجسم على التعافي بعد الإصابة بالسكتة الدماغية طبعا أسا لما نحكي إحنا الإنسان دخل في طور التوتر هذا طور التوتر اللي أداله لمشكلة السكتة الدماغية معناته التوتر وصل لمرحلة أنه يسبب بترسب الدهنيات عنده بالجسم بسبب زي ما ذكرنا العادات الصحية المرتبطة على التوتر فتجمع الدهنيات عندنا في الجسم سواء بالدماغ أو على القلب أو على حتى شريين القدمين بيأدي إلى مشاكل مزمنين قد يكون التخلص منها صعب جدا ويحتاج لوقت طويل للتعافي من هذه المشكلة فالمشاكل لما نوصل إحنا للسكتة الدماغية أو نوصل للفشل بعضلة القلب أو نوصل ل مثلا خطرة في القدم هاي كلها الحكاة نتيجة نهائية لمشاكل متراكمة شوي شوي سببها التوتر فالتخلص منها رح يكون يحضر وقت وأصعب كثير من الوقاية ودائما الوقاية خير من العلاج إذن بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة الخطيبة خصائي الأمراض البطنية كنت معنا من عمان شكرا لك دائما شكرا لك